ميناء الإسكندرية شهد أعمال تطوير الفترة اللي فاتت في غاية الروعة وكمان أعمال تطوير الميناء استلزمت وجود منطقة لوجستية بتخدم حركة الواردات والصدرات من البضايع العامة وكمان الحويات وده وفق المواصفات والمعايير العالمية يمكن ده اللي بتنفذه وزارة النقل في الفترة الحالية عشان يسهل عملية الصدرات والواردات كمان بكل تأكيد عزينا رفت تفاصيل أكتر عن الدور الإيجابي من إنشاء منطقة لوجستية لتداول الحويات بميناء الإسكندرية ودورها كمان هيكون في التصدير للخارج وتداول البضائع كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان صبع الخير يا دكتور صبع الخير وعلى حضرتك وعلى كل السلام مشاهدين منوارنا يا فاندل في البداية احنا بتتكلم عن خطة بتقوم بيها وزارة النقل لتطوير الموانئ هذه الخطة شملت إنشاء مناطق لوجستية وتوسعات إيه أهمية دا على حركة النقل هو بداية خلينا أقول لسيادتك إن موقع مصر الجغرافي أنا حسميه موقع فريد لمسيد له في كل أنحاء العالم فكان من الضروري الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي في تطوير الموانئ البحرية المصرية وأهمها وأقدمها هو مينات إسكندرية مينات إسكندرية ومينات الدخيلة وما بينهما منطقة الماكس الجابي إنشاء فيها مينا واستكمال المنظومة بالكامل بما يسمى مينات إسكندرية الكبير مع ربط هذه المنطقة بمحور لوجستي بالعين السخنة عن طريق القطار الكهرباء السريع الجابي إنشاءه فكان من الضروري لاستكمال هذه المنظومة إنشاء ما يسمى بيئة المناطق اللوجستية التي تقع جنوب مينات إسكندرية في اليابس في أعمال بتتم في البحر وتعامل محط التحية مصر اللي تكلمنا عنها يمكن قبل كده اللي كانت بتشمل أرصفة بحرية وبتشمل حواجز أمواج وبتشمل ساحات داول وبتشمل حاجات كتير جدا النهاردة بنتكلم على منطقة اللوجستية في الجزء الجنوبي من المينا هذه المنطقة اللوجستية طبعا لا هدف متعددة أهمها أولا زي ما ساتك تفضلت في البداية أنه بيقوم عليها صناعات بسيطة قد تكون تعبئة تغليف قيمة مضافة صناعات تصل إلى صناعة الحاويات نفسها العبوات الكرتون أو العبوات الورقية قيمة مضافة على مثلا منتجات زراعية بسيطة جميع الصناعات البسيطة والتخزين وما إلى ذلك يمكن إنشاء هذه الصناعات في المناطق اللوجستية ما على طبعا الصناعات الصخيلة اللي محتاجة مصانع ومعدات دي مش مصانع المنطقة اللوجستية أيضا بتخفف العبق على المينا نفسه وبتزود الكفاءة بتاعته والساعة وتقليل زمن الانتظار أيضا المنطقة اللوجستية بتربط المينا بمحاور الطرق والساكل الحديدية اللي موجودة في المنطقة خلينا أقول لسيادتك هل نتكلم على ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية طبعا بيرتبط بمحور التعمير من خلال تلات محاور مهمة بالفعل تم تنفذها أحدهم محور الدخيلة ومحور 54 ومحور 27 يعني بنتكلم على إن هذه المنطقة مرتبطة بشبكة الطرق القومية عن طريق تلات محاور إلى محور التعمير ده ممكن يودينا أي مكان في الجمهورية خلينا أقول سيادتك كمان بالنسبة للنقل بالساكل الحريدية وده يعتبر من أهم الأمور إن الميناء تكون مرتبطة بخط السكة الحديد اللي هو القطار السريع اللي إن شاء الله يمكن السنة اللي جاية يتم افتتاحه الخط الأول اللي هيربط الميناء دي بالعين السخنة وأيضا بكل مناطق الجمهورية كلمت دلوقتي عن دور المناطق اللوجستية في حركة التجارة وتنشيط حركة التجارة والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للميناء الإسكندرية طيب لما نيجي نتكلم عن الفكرة بتاعة السيولة يعني إحنا عارفين إن الميناء فترة الانتظار اللي بتخرج منه الحوية من سيولة خروج الحويات ده بيفرق جدا لإن الإيجار طبعا بيبقى بأرقام كبيرة جدا وده بيأثر بشكل كبير جدا على درجة السيولة وإن بيفرق معهم مع الشركات إنه بيقلل فيه التكلفة فكرة الربط بالطرق الحديدية زي ما حضرتك قلت اللي موجودة بالفعل إلى أن يتم افتتاح الجديد حاليا هو المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية مرتبطة بالفعل بمحور التعمير وطبعا ساتك تقصدي إن البضائع زمن مكوث البضائع داخل الميناء بيترجم طبعا لفلوس فطبعا إحنا طبعا يهمنا يمكن في النقطة دي برضو خلال نوضع حاجة تانية إن جاري إنشاء ما يسمى مواني جفة ملحقة بالمواني البحرية بهدف إن البضائع فور وصلها إلى الميناء البحري تنقل مباشرة إلى الميناء الجاف بعد الإجراءات البسيطة الخاصة بالتفتيش واستكمال إجراءات الجمارك وخلافه بيتم في ميناء الجاف كل هذه الوسائل فاندم بهدف تعظيم الاستفادة من الميناء البحري وتقليل زمن الانتظار داخل الميناء سواء في التصدير أو الاستراد وبالتالي تقليل التكلفة النهائية للمنتج وأيضا رفع درجة هذا الميناء في تصنيف المواني على مستوى العالم يعني زمن انتظار البضائع داخل الميناء ده من ضمن العوامل اللي بتخش في تصنيف المواني أو درجة الميناء طيب ده عظيم جدا هل دي أول مرة نفكر فيها عندنا مواني كتير في مصر فهل دي أول تجربة نجربها لا مش أول تجربة طبعا تحويل الميناء إلى منطقة لوجستية لا ميناء الإسكندرية مرة بمراحل متعدلة من التطوير ولكن أول مرة نفكر بهذا الأسلوب للاستفادة من الموقع يعني الماطق طبعا ميناء الإسكندرية للأسف ما كانش له ظهير كبير كان الظهير بتاع الحياة يعني غير محسوس أو غير مؤثر لكن تم أعمال نزع ملكيات لأراضي كتير جدا تصل لـ 800 فدان جنوب الميناء لإنشاء هذه المناطق الوجستية في النبارية تقريبا العامرية وجنوب الميناء منطقة الماكسو ونجع الألمونيوم ونجع آسو معطقة يعني مش معروفة يعني مش معروفة بس هذه المناطق بعضها ملكيات دولة بعضها ملكيات أهالي تم طبعا تعوضهم بالشكل اللائق بهدف عمل المناطق الوجستية دي فهو الفكرة نفسه هو الفكرة الجديدة اللي ما كانتش موجودة طيب هل المناطق الوجستية دي بتشمل تقديم خدمات للسفن الكبيرة تزود بالوقود صيانات أو كده المناطق دي طبعا خدمات الوقود ومش الوقوده بس والصيانات السريعة أيضا يعني السفينة بتعوز غير الوقود بتعوز مية بتعوز زيوت بتعوز صيانة سريعة وده لازم يتم طبعا في أي ميناء وده الخدمات دي كل ما بتكون بتقدم بشكل جيد وبأسعار التنافسية كل ما بتخلي هذه الميناء ميناء جاذبة لحركة الملاح عايز أذكر كمان التطوير اللي حصل في عمق الغاطس اللي تم في ميناء الإسكندرية كان أعماق الغاطس قبل كده ما بين 8 و 12 متر وده لا يتناسب مع السفن العملاق حجم السفن اللي حصل فيه في السنوات الماضية طفرة غير طبعية في حجم السفينة وفي عمق الغاطس بتاعها فتم تطوير الميناء بما يتناسب مع هذه السفن وأصبح عمق الغاطس النهاردة بيصل إلى 20 متر بالإضافة إلى أطوال الأرصفة أيضا حجم السفينة مش كل مركب ممكن تخش أي ميناء لازم بيكون طول الأرصفة كمان يتناسب مع حجم هذه السفينة فبالتالي أصبح النهاردة الميناء معهل لاستقبال أكبر السفن العملاق سواء من حيث الغاطس أو من حيث طول الرصيف نفسه إيه اللي بيحصل مع إقامة كل منطقة لوجستية جديدة؟ يعني المفروض أن المنطقة لوجستية دي بتقوم بخدمة السفن وبتعمل السيانات زي ما حضرتك قلت وغيرها على همشها بقى بيتم نوع من أنواع الرواق بشكل مختلف على بعد ما بيحصل إنشاء للمنطقة الرجيستية؟ لا هو الأهم مش خدمة السفن هو الأهم خدمة حركة التجارة يعني هذه المناطق بتعمل تصنيع وبتعمل تجارة فبالتالي قيمة مضافة للسلعة أعادة تصدير لبعض السلعة يعني بيتم مثلا إنشاء مصانع في هذه المنطقة بيتم إنشاء مستشفيات علاجية للقاطنين في هذه الأماكن بيحصل تنمية مجتمع في هذه المنطقة؟ لا بيحصل تعبئة وتغليف وعادة تصنيع لبعض السلع وعادة تصدير بعض السلع وتجارة الترانزيت كل ده ممكن لكن مش درجة مجتمع قائم أو خدمات أو مستشفيات مش لهذه الدرجة ده مش وظيفة المنطقة لكن بكل تأكيد في مراعاة للبعض البيئي ده أنا عايز أقول السيادة إن الإسكندفية تصنف حاليا من ضمن المواني الخضراء اللي بتشتغل بالطاقة النصيفة بيشتغل بالوقود الكهرباء النهاردة كل حاجة ده غير طبعا البنية المعلوماتية وغير فريق العمل المضرب والمؤهل على الأعلى مستوى شباب مصري مضرب ومؤهل على الأعلى مستوى هو اللي بيدير كل شيء حاليا في مينا الإسكندري طب هو اللي بيدير طيب بالنسبة لإنشاء المنطقة الوجستية بقى تنفيذ المشروع نفسه حاليا جاري تنفيذه أفنديم جاري تنفيذه بدأنا إمتى ومن الشركات المنفذة نسبة المصريين فيها ولا كلهم مصريين مثلا؟ لا هو طبعا خلينا أكد على سيارتك أن اللي بيقوم بالتنفيذ شركات كلها مصرية وأن التنفيذ بالفعل بدأ بقى له مدة مش بسيطة لكن إمتى هتنتهي ما عندش علم بالتاريخ المحدد لكن العمل الجاري في هذه المناطق بشكل كبير جدا دلوقتي في الوقت الحالي طيب الأطقم القائمة على العمل في هذه المناطق اللوجستية بتتلقى تدريب إزاي بحيث أنها تبقى محترفة بحيث أنها تقدم خدمة سريعة ودقيقة في نفس الوقت حلو جدا السؤال لأنه فعلا ده بيمس المصريين بشكل كبير تم انتقاء مجموعة من الشباب الخارجين حاليس التخرج تم انتقائهم بعناية وتدريبهم داخل مصر من أقسام اللوجستيكس بقى المختلفة في الكلية كل التخصصات اللي لها علاقة باللوجستيات وحرجة التجارة البحرية بشكل كبير جدا والمجموعة دي تم تدريبها كواس جدا في مصر وفي الخارج ورجعوا حاليا يا فندم يعني الميناء النهاردة بتضار من خلال هذا الشباب المصر الواعد وجارت تدريب أجيال أخرى من الشباب لتتولى المسؤولية كميل جدا دكتور إيه تحديات هذا المشهو طبعا تحديات كبيرة أولها ما كانش متوفر أراضي في ظهير لبناء المنطقة أصلا ما كانش موجود فأنا شايف أن أكبر التحديات كانت إيجاد هذه الأراضي وتخليص الإجراءات بتاعة نزع ملكياتها الحاجة التانية أن هذا المشروع الكبير بيتطلب استثمار ضخم توفير الأموال اللازمة لهذا الاستثمار كان أيضا تحدي مش بسيط ولكن الدولة طبعا والقيادة السياسية كان عندها إراضة لتنفيذ هذا المشروع لما له من عوائد اقتصادية ضخمة جدا جدا أكبر بكتير من التكلفة الاستثمارية اللي هرتحط فيه فبالتالي لغ لهذه الإراضة السياسية ما كان هذا المشروع هيظهر أبدا للنور فلوس كتير قوي بتم دخها احنا متوقعين أن المردود بتاع حيبان بعد قبل المردود مؤكرا هيجي احنا لو جنا نتابع جميع مشروعات البنية التحتية اللي تمت في العشر سنوات اللي فاتوا بالفعل تم فيها استثمارات ضخمة جدا سواء بنتكلم فيه مشروعات طرق أو مشروعات السكر حديد الصديقة للبيئة النقل الجماعي بشكل عام أو كل هذه المشروعات اللي اتعاملت استثمارات ضخمة يا فنم ولكن العقد الاتصادي بتاعها طبعا كلنا حاسين به بلاش العقد الاقتصادي يعني لو تكلمنا عن مشروعات الطرق أبسط عقد ممكن نتخيله هو السيولة اللي احنا شايفينها في الشوارع الدنيا ما كانتش كده قبل عشر سنين بالتأكيد صحيح فكل المشروعات دي فنم ليها عقد إن شاء الله المواطنة حاسبه بإذن الله أكيد كل شكرا لك الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دكتور ألف شكرا